نافع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنباء المترددة بشأن إصدار قرار بغلق منطقة الإهرامات بالجيزة لمدة شهرين ضمن أعمال خطة التطوير وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن منطقة الإهرامات مفتوحة أمام جميع الزائرين من المصريين والأجانب وحركة زيارة بها تسير بصرعة طبيعية مشارن إلى أن أعمال مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة تشمل تطوير المنطقة الأثرية ومداخلها ومحيطها ومركز الزوار بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة لتحسين التجربة السياحية بها أمام الزائرين والسائحين